السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم تبعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير من الفيديو اللي فات عندنا اردر حلوة اوي تبعوا معي الفيديو الاخر وما تنسونيش بلايك واشتراك القناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله بصوا ده مش حمام ولا محشي ولا اي حاج النهاردة يوم الحلويات كل حلويات فحلويات عايز اقول لكم الوردر ده رحل عاميلة بجد ربنا يجعل يعني الف شكر ليها بشكرها بجد من خلالكم على كلامها بجد الحاجة الحمد لله عجبتها الف هانا وشفا ليهو تعالوا بقى ندخل على الفيديو ونشوف طريقة طريقة وبصوا حاجة كده سهلة وان شاء الله هتعجبكم اول حاجة انا حطة في العجان كيلو ونص من الدقيق تمام حطيت بقى عليه لسه سايبه زي ما هو هنبدأ بقى نحط عليه ايه حطيت عليه نص معلقة من البكينج بودر ورشة من الملح تمام وجبت بقى الشفشق المعياري او ايه دورق عندك حطيت فيه معلقتين كبار من السكر وحطيت كيس خمير وبعد كده بقى جبت على الدقيق قمت حطة فانيليا معلقة صغيرة او رشة صغيرة من الفانيليا والسمسم اللي عندي كان سمسم ابيض مش سمسم يعني احمر او متحمص قمت حطها في معلقتين سمنة وحطيته على النار كده ايه يعني يتحمر كده علشان ايه يبقى لونه ذهبي تمام ورحت السمسم تطلي اما بقى بالنسبة للمواد الدهنيية او المادة الدهنيية اللي انا حطيتها حطيت 3 كبيات من السمنة ايه انا ايسه بالكباية المعيارية تمام الكباية المعيارية بتبقى اكبر من كباية الشاي او مجل الشاي العادي حطيت 3 كبيات بالزبط ليك الحرية بقى لانت تحطي كباية ونص سمنة كباية ونص زيت انا حطيت كبايتين من السمنة على كباية من الزيت او اقل كمان يعني ممكن اكون حطة كبايتين من السمنة كبايتين وربع وحطيت كباية اللي ربع من الزيت مش بحب بحط زيت كتير لان الزيت بينش في العجينة طيب بعد لما حطيت السمنة زي ما انتم شايفين وكنت مدفيها سبتها بحطيت كل الكلام ده في العجين لغايت لما يتبس كويس وطبعا شفته العجينة بعد لما طلعتها من وهي بالسمنة بس كت عاملة ازاي اكنها عجينة ايه غريبة كده شايفين نعمة ازاي بعد كده قمت حطة المية بالخميرة اللي انا عامليها طب حطيت مية بخميرة قد ايه حطيت كبايتين برضو بنفس الكباية المعيرية اللي انا قاست بيها كبايتين من المية اخدت معي الكبايتين كلهم ومحتاجتش هزود عايز اقول لكم المقادير مظبوطة بالضبط العجينة دي هنقسمها لنصين هنعمل جزء اه ارائيش وحنعمل جزء حاجة تاني تعالوا اقول لكم بقى المنقادير وانا بعمل ايه الارائيش طبعا احنا كلنا بنعرف نفردها ونقطعها زي ما انتوا شايفين بس اهم حاجة وانت بتفرد الارائيش وبتقطعيها ما تخليش سومكها تخين يعني خليها رفيعة شوية عشان هي لسه اعتعلة في الفرن علشان كمان فيها خميرة وفيها بيكينج بودة تمام تعالوا اقول لكم بقى المقادير زي ما قلت لكم اول حاجة حطيت كيلو ونص من الزقيق عليهم ثلاث كبات من السمنة ممكن تحطي كبات ونص سمنة وكبات ونص زيت ممكن تحطي كله سمنة الحاجة اللي تفضليها بس الزيت زي ما قلت لكم بيرنشف تمام حطيت عليهم كباتين من المياه مع كيس خميرة ومعلقتين كبار من السكر وبعدين قمت حطة فانيليا رشة من الفانيليا ونص معلقة من البيكينج بودة ورشة من الملح بس كده هي دي كل المكونات وحطيت شوية معلقتين من السمسم لو عندك السمسم متحمص حطيه على طول ما عندكيش السمسم متحمص هتحطيه هتخذي من السمنة اللي انتي اصلا معيريها للعجينة يعني فهمه؟ فهمين هتخذي مثلا ايه معلقتين وبعد كده حنحط عليهم السمسم ونحمره تمام؟ بس كده دي مقادير الايه الاريش عايز اقول لكم حاجة كده تحفر حتها فضيعة طبعا انا عملها بسمنة بلدي طبعا ريحة بقى مش قادرة اوصف لكم زي ما قلت لكم هاخد نص العجينة هعملها ااريش والنص التاني هعمله بقى ايه؟ ارس عايز اقول لكم الاريش دي لسه ده الارده يعني انا عملته علشان الارده ده لسه حيطلع بكرة بس انا قلت اعمل العجينة مرة واحدة واقسمها بالنص فاهميني؟ كنت عايز اقول لكم على حيرة كمان بص يا جماعة انا عارفة اللي انا بقى اليومين ما ردتش على التعليقات بتاعتكم انا باعتذر فعلا اللي انا ما ردتش على التعليقات بس والله العظيم فعلا والله حرفيا انا بمسك التليفون بالليلة عشان ارد على التعليقات كلها التليفون بيوقع مني وبنام فمعليش سامحوني والله يا غزب عني ان شاء الله حردع التعليقات بتاعتكم كلها النهاردة بس انا حبيت اعتذلكم تعالوا بقى نرجع للعجينة بتاعتنا بعد لما خلصت الارئيش والكمية اللي انا عايزاها قمت بقى جايبة في نفس التوصل اللي حمرت فيها السمسم قمت حطة فيها معلقتين كبارة من الينسون وبردو قدت لهم تحمير كده بسيطة او لغاية لما ريحت الينسون ايه تطلع تمام وحطتهم بقى على العجينة من غير اي حاجة وقلبت ودعكت العجينة كويس قوي علشان نعمل قرص بالعجوة والينسون طبعا انا عملتها معاكم قبل كده عايزا اقول لكم فضيعة جبت بقى العجوة بتاعتي ومتحطت عليها بردو معلقتين من السمنة وحطيت عليها شوية من السمسم ودعكتها كويس مع بعضو بتبقى حلو حابة تحطي عليها مكسرة وتعين جمل او اي حاجة مفيش مشكلة انا حطت سمنة وسمسم واهم حاجة تبقى العجوة بتاعتك ايه تتعكيها كويس عشان تبقى طرية بعد كده بقى حنشكل القرص بالطريقة العادية خالص سناخد بقى ايه حطة عجينة صغيرة اهم حاجة العجينة ما تبقاش كبيرة زي ما قلتلكم لان العجينة لسه هتكبر في الفرن يعني انت تقطع العجينة قد اللمونة كده وبعدين قمت حطة بقى جوها العجوة وخلاص على كده سويت بقى الكلام ده كله على درجة حرار 180 شايفين بقى اللون رهيبة هنفتح واحدة دلوقتي ونشوفها يعني لو لقتيها اخدت لون من تحته لسه من فوق الوش بتاحها ابيض ممكن بقى تطفي وتشغالي الشوي بس هي بتقعد حوالي مثلا ايه يعني ربع ساعة في الفرن شايفين القرقش من جوة فاضية كده وبصتوا بتقرمش وفضيعة والقرص نفس الايه الفكرة تعالوا بقى ندخل على الوصفة بتاعتنا التانية بصوا وانا مسورة حاجات قبل حاجات بس لما جيت رتب لكم المقاطع قلت خلي كل وصفة كاملة لوحدها يعني كل وصفة ايه لغاية لما تخلص واربعة تمام جبت كيلو دقيق برضو ناردة معانا الدقيق ملك الفيديو جبت كيلو من الدقيق حطيت عليه نص معلقة من بيكينج بودر ورشة ملح بس مش هحط عليه حاجة تانية خالص وبعد كده جبت الكبه بتاعتي ومعايا ميا من الحنفية عادي الملفلتر عادي معايا كوبية من الميا هحط بقى الديق ده زي ما انتو شايفين في الكبه على اجزاء يعني علشان ايه يتعمل يعني يتبرد معاكي كويس او يتلف معاكي اااا كويس حطيه على اجزاء ما تحطوش كل مره واحد وحبدأ احط بقى ايه من الفتحة بتاعة الكب الميا يعني ايه بالراحة خطر وفيع كده لغاية لما كله يتعامل في الاخر ايه زي ما انتو شايفين شبه حبة الرمل هنعمل ايه طبعا كلنا عرفنا هنعمل كوسكوسي شايفين بقى اسهل طريق او بصي بيتعمل في عشر دقيق ولا بياخد وقت ولا اي حاجة بس انا بحط له بيكنج بودر علشان ايه يخلي كده هش كده ما يبقاش ايه ااا ويبقى خفيف معاكي بيكنج بودر على فكرة بيفرق فيه جدا في ناس ما بتحط لهوش بس تجربوه ان شاء الله هتعجبكم هنا بقى خلصت ايه اول مرة بعمل ايه المرة التانية زي ما انتو ايه شايفين لغاية لما كيلو دي يخلص معايا بنفس الطريق طيب حياخد معايا قد ايه مية كيلو دي اول مرة اخد معايا حوالي كباية مية تمام وطبعا على حسب نوع دي طبعا انت عندي شاشة كده للكوسكوسي بست طبعا هي انا شايلها لالحاجات دي بس وقمت بقيه بحطه بقى ايه فيها بعد كده حطته بقى على البخار حطت مصفة وتحتيها مية ويسبت لما المية غلت وبعدين اهم حاجة للمصفة ما يطلهاش المية وتهدي بقى عليه النار بيقعد ساعة لربع اول مرة تمام بعد ما بنحطه اول مرة بعدين بنزدله بقى من من الشاشة دي تاني مرة بيبقى مكالكع كده زي ما انتم شايفين بنضربه في الكابة تاني لاني لسه عنحطه ايه على النار تاني لقتي لقتي ايه اه لسه محتاج مية برضو ما تحطيش مية ايه اه ما تحطيش مية كتير لاني عملي حساب اللي انت لسه عنحط ايه زبدة تاني مرة بيحطه على النار برضو نفس الفكرة حوالي ساعة اللي ربع كده وخلاص عايزة اقول لكم بقى تعرفي منين اللي هو استوى اول لما بتيجي يعني تحطي ايدك على الشاشة تلاقيه بقى يعني ايه بقى طري كده تحسي اللي هو خلاص اتعرف اللي هو استوى ولما بتيجي بتفضيه من الشاشة بتاعته بتلاقيه مش نازل مكالك علاء بتلاقيه نازل خلاص بيتبرد معاكي ايه بالوحدة كده زي حبات الرمل بالزبط سكنت هنا بقى او سيحت زبدة الزبدة اللي انا مستخدمها زبدة نيوزلندي طبعا عندك زبدة اللي هي فلاحي او اي حاجة كله هيبقى حلو معاك بس كده على النار وبعدين امتساقية بيها كلها وايه وعدت بقى كده ايه ابست وكده اشرب السمنة فيه وكده خلاص خلصت معايا تاني ايه تاني وصف تعالوا ندخل على تالت وصفة والاخير عايز اقول لكم يعني الفيديو دوة عملت النهاردة عملت زي ما انتو شايفين الكوسكوسي وعملت الفتير اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي وكمان الصبح كان عندي اردر عادي يعني اللي هو الحمام والفراخ والحاجات دي حينزلكو بكرا ان شاء الله يعني بجد الحمد لله الحمد لله رب نردمها علي نعمة اه ببقى تعبانة بس ببقى فرحانة والله وانا بشتغل يعني الحمد لله تعالوا بقى نشوف الفتير هنعمله ازاي معايا كيلو ونص من الاي من الدقيب حطيته في العجان وحطيت عليه رشة من الملح ونص معلقة من البيكنج بوردر نفس الفكرة بتاعت الاي الكوسكوسي برضو نص معلقة من البيكنج بوردر بتخلي الفتير معايا كمورق وحطيت عليه رشة من الملح بس ومعايا مياه من الحنفية عادي هزود المياه بالتدريب كيلو ونص الدقيب ده هياخد معايا حوالي اربع كبات من المياه بس ما تحطيش الاربع كبات كلهم ابدأي الاول بايه بكباتين وبعد كده شوفي بقى الدقيق لان انواع الدقيق بتختلف لغاية لما تلاقي العجينة تلمت معاك اهم حاجة بقى في العجينة بتاعت الفتير اللي انتي تعجينيها كويس جدا لازم العجينة تعمل معاك او تلاقيها تمط في الاخر كده زي اللي بين حواليكم ازاي بمجرد لما الدقيق او العجينة تتلم معايا اهم حاجة اللي انتي تيجي تشوفيها تمسكيها كده في ايدك تشوفيها لو لقتيها نشفة قوي اللي هي العجينة اسهي لا ازود لها شوية مية خلي العجينة ولا طري اوي ولا نشفة اوي خليها اي يعني وسط انا زودت لها شوية مية وحسيبها بقى تتعجن حوالي ربع ساعة تعالوا بقى وريكم بصوا هي دي المطة اللي انا عايزيها شايفين هحط عليها بس معلقتين من الزيت عشان نعرف لما وحسيبها فيها عرق كده اعرف الفطير بتاعك يطلع نجح وزي الفول بعد لما رتحت حوالي عشر دقايق كده هنبدأ بقى نقطع هشفتوا بقى المطة هي دي بتمتك انك ايه مسكة البام بالزبط بتمت فيه يعني ايه بصي اهم حاجة فيها اللي انت تعجينيها كويس ما عندي كيش عجان ربنا بقى يديك الصحة لان فعلا هياخد وقت معيك تعالوا بقى نقطعها ايه كويرات انا بص بعمل الفطير بطريقة مختلفة خالص يعني مش ممكن تقطعي كويرا كبيرة وبعدين تقطعي كويرا صغيرة وقيد حط كله جوا بعض لا انا هقول لكم على طريقة سهلة خالص انا بقطع كله حجم رريف العيش اللي احنا بنشتري من بر كله قد بعضه ولا في عجينة كبيرة ولا عجينة صغيرة بقطع كله قد بعضه الكمية كلها وبعد لما خلص تقطيع اقول لكم هنعمل في ايه طبعا انا الصينية اللي انا بقطع عليها دهنها زيت وحط فوق الوش زيت علشان ايه تعالوا بقى نبدأ ندخل على ايه نشوف عن نعمل الفتير ده ازاي عشان يطلع معنا مورق ويطلع رفيع الفتير لو ما فردتوش كويس وطلعت خين حيبقى مش حلو خالص لازم تفردي كويس جبت اول واحدة وفردتها كده زي ما انتو شايفين طبعا هفردها على قد مقدر خامة من تحت زي ما انا بقيت خفيفة لضيجة اللي انا شايف مفرش السيليكون من تحت شايفين ومسيحة زبدة نيوزلندي زي ما انتو شايفين وباخد حتة يعني حتة من الزبدة وادهنها كلها بعد لما فردتها وبعدين ابدي اطبق وحط زبدة اطبق كل لما طبق حتة حط زبدة تمام دي كده اول واحد حبد اعمل كده في كل الفطير اللي عندي تمام بس دي كده مش هتبقى فطيرة تبقى فطيرة صغيرة بعد كده هنعمل ايه هقول لكم بعد لما خلص انا كده عملت ايه ثلاث وحدات يعني ثلاث وحدات فردتهم وطبقتهم بنفس الطريقة تمام هجيب بقى اخر واحدة فردها شايفين انا بقى الاتنين اللي قبل كده اللي انا فردتهم هقوم فردهم على بعض يعني انا مثلا لو هعمل الفطيرة فيها اربعة كورة من اللي انا عاملة هفرد واحدة واحدة وطبقها زي ما انتو شفتوا وبعد كده هجيب بقى الاربعة كلهم مع بياخد معاك ولا وقت ولا اي حاج وعايز اقول لكم بيطلع مورق قد ايه وبيطلع بص فظية والزبدة كمان بتديله طعم حلو اوي انا ما بحبش يعني اعمله بزبدة وزيت او سمنة وزيت لأ بحب اعمله بالزبدة صافي ليه بعمله بالزبدة صافي مع ان كل يقول لك الفطير لازم تحطله زيت عشان ايه يعني يجري معاك او يتفرد معاك بسرعة لأ اعمله بزبدة صافي وشوف يبقى عامل ازاي اولا الزيت حينشفه لو زودت كمية الزيت حينشفه لكن الزبدة اول بيبقى داخلها لبن وفي نفس الوقت بالطري وبيطلع بص فظيع انا الزيت بزبدة بس وطبعا الزبدة كلما كانت جودتها كويسة وطعمها حلو كلما اعتديكي نتيجة حلوة طب مش عايزة تستخدمي زبدة نيوزلندي طبعا هي غالية عارفين الزبدة اللي هي البقري او الجاموسي او اي حاجة الزبدة اللي احنا لسه بنسيحها علشان نخليها سامنة لأ اشتغلي بها وهي زبدة وطبعا اهم حاجة فيه اللي انت تفردي يعني صناعيته هو سهل جدا بس هو في الفكرة بتاعته اللي انت لازم تفردي كويس وترياح العجينة طرامن العجينة معاك رتاحت وما تلاقي تهاش كلما تيجي تفردي ها ترجع تلم معاك تاني لا كده هتلاقي يخلص معاك بسرعة وحيبق بجد زي العسل انا هخلص الكمية كلها وكمان ايه بحب اعمله ايه يعني ولا كبير اوي ولا صغير بيبقى وسط كده فهميني بيبقى طعم وحلو في نفس الوقت ايه بيبقى من جوا فيه بيبقى طري كمان كده خلاص انا خلصت ايه الفتير عملوا معايا كيلو ونص كام واحدة متوسطين تمام هنا بقى كده ايه حبدأ اخلص كله بنفس الطريقة هنا بقى بعد لما خلصت كلهم شايفين بقى حطتهم في الصينية وطبعا سيباهم يرتاحوا حبدأ بقى افرد اول واحدة عملتها يعني اهم حاجة في الفتير اللي انت تراحي بين كل مرحلة ومرحلة بعد لما فردها بقى في الصينية كلها حفردها بقى بقى هحط بقى اشطة او كريمة اي حاجة عندك بعد لما هخلص فردهم كلهم في الصواني تعالوا بقى لمرحلة التسوية يا جماعة الفتير لازم نار عالية مش لازم تبقى الفرن بيشتغل من فوقه من تحت الشوية والفرن مع بعضه مش مهم بس اهم حاجة النار عندك بقى يعني مثلا الفرن عندك بيوصل لدرجة حرارة كم اعلى حاجة دخل الفتير في فرن سوخ على اعلى درجة حرارة بيقعد ما بيكمل عشر دقايق وبياخد لون من فوقه من تحت لان احنا طبعا عاملين ه بزبدة وحاطين من فوق كريمة او قشطة يعني بس وطحفة بس وده كان الفيديو بتاعنا واتمنى يعجبكم